ومن يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن يعبد الله فإن الله حي لا يموت لقد ابتلى الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم وصحابة رسوله رضي الله عنهم بعدة ابتلاءات وذلك ليختبر الله عز وجل صبرهم وتمسكهم بالدين حتى تكون هذه الابتلاءات عظة من الله عز وجل فيتعظ منها الأجيال التي ستأتي بعد عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وليس فقط الرسول والصحابة هم من ابتلاهم الله عز وجل فقد ابتلى الله سبحانه الأنبياء وأقوامهم السابقيا ولكن كيف ابتلى الله عز وجل الرسول والصحابة وماذا حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها تشتهر بالحمى وقد لاقى الصحابة رضي الله عنهم منها عناء عقب هجرتهم وقد صرفها الله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم فالرسول صلى الله عليه وسلم قد ذكر أن الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء فكانت أسماء بنت الصديق رضي الله عنهما ترش على بدن المحموم شيئا من الماء بين يديه وثوبه فيكون ذلك من باب نشرة المأذون فيها فالحمى عندما انتشرت إلى المدينة أصابت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل بالحمى والطاعون فأرسلت الحمى بالمدينة وأرسلت بالطاعون إلى الشام فالطاعون شهادة لأمتي ورحمة لهم ورجز على الكافرين فعن سلمان رضي الله عنه قال أتت الحمى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنت عليه فأذن لها فقال من أنت؟ قالت أم ملدم أبر اللحم وأمص الدم فقال صلى الله عليه وسلم لا مرحبا بك ولا أهلا أتريدين أهل قباء؟ قالت نعم قال اذهبي فأتتهم فحموا ولقوا منها شدة فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اصفرت وجوههم فشكوا إليه الحمى ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر المسلمين بأن الحمى هي ابتلاء ورحمة من الله تعالى حتى تكفر ذنوبنا ولما ذكرت الحمى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبها رجل قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبها فإنها تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الحديد رواه أحمد وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو أم المسيب فقال ما لك يا أم السائب أو يا أم المسيب تزفزفين قالت الحمى لا بارك الله فيها فقال لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد رواه مسلم فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الحمى رحمة بنا ولكن لماذا فقد اكتشف العلماء أن الحمى التي تصيب الإنسان لها عدة فوائد فقد ثبت أنه عند إصابة المريض بالحمى تزيد نسبة مادة الأنترفيرون لدرجة كبيرة وهذه المادة تفرزها خلايا الدم البيضاء وتستطيع القضاء على الفيروسات التي هاجمت الجسم وتكون أكثر قدرة على تكوين الأجسام المضادة الواقية فهي لا تخلص الجسم من الفيروسات والبكتيريا فحسب بل تزيد من مقاومة الجسم للأمراض وتساعد في القضاء على الخلايا السرطانية عند بدء تكوينها وبالتالي تحمل جسم من ظهور أي خلايا سرطانية يمكن أن تؤدي إلى إصابته بمرض السرطان لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئتم دعوت الله عز وجل فكشفها عنكم وإن شئتم كانت لكم طهورا فأسقطت ذنوبكم قالوا بل ندعها تكون لنا طهورا وقال الصحابي جابر بن عبد الله رضي الله عنهما استأذنت الحمى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من هذه فقالت أم ملدم فأمرها لأهل قباء فلقوا ما لا يعلمه إلا الله فأتوه فشكوا ذلك إليه فقال ما شئتم إن شئتم دعوت الله ليكشفها عنكم وإن شئتم تكون لكم طهورا قالوا أو تفعل قال نعم قالوا دعها هذا والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دمتم في رعاية الله وأمنه